مع استمرار التعنت القطري في حل الأزمة في أزمته وعدم تنفيذ المطالب المقدمة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تواصل أذرع نظام الدوحة في دعم الإرهابيين داخل اليمن وذلك بالتوازي مع التدخل الإيراني حيث تدعم إيران ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية ويدعم نظام قطر حزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في اليمن يد النظام القطري طالت وتمادت في سياسة التخريب والدمار في المنطقة العربية بشكل عام وفي اليمن بشكل خاص فهي الدولة الصغيرة الغنية التي ضخت أموالها لدعم الفوضى في اليمن وهنا وجدت الدوحة مسرحا هيأته لها الأذرع الإيرانية فبدأت كل من الدوحة وطهران باتباع سياسة جديدة تلتقيان فيها عند نقطة العدو المشترك والحكومة الشرعية هي عدو للحوثيين المدعومين من إيران وعدو للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي المدعوم من قطر والطرفان تجمعهما العديد من الصفات المشتركة الأدلة تظهر يوما تلو الآخر لتؤكد على أن تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي لا زال يلقى دعما من دولة قطر التي بدورها زادت من وطيرة التقارب مع نظام الولي الفقيه ومما لا شك فيه أن النظام في طهران هو الداعم الأول لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية وتكتمل هذه الحلقة عند التجمع اليمني للإصلاح الفرع اليمني للإخوان والذي يمد الآن يده إلى المسؤول الأول عن إراقة دماء اليمنيين يمد يده إلى الحوثيين ويدعوهم للمصالحة الدعوة التي أطلقت من قيادات وأعضاء في البرلمان ينتمون إلى حزب الإصلاح لقيت ترحيبا من قيادات المتمردين وعلى رأسهم الرجل الثاني في الميليشيات الإرهابي محمد علي الحوثي وهذه الدعوة جاءت تحمل العديد من الأبعاد الهامة أبرزها ميدانيا وذلك بعودة بعض مقاتلي الإخوان المسلمين من جبهات القتال إلى منازلهم عقب اتفاق أبرم بينهم وبين الانقلابيين وهذا الموقف ينسجم مع موقف القتال مؤخرا في الجبهات التي تسيطر عليها قيادات عسكرية تنتمي إلى حزب الإصلاح خصوصا في محافظات مأرب والجوف والبيضاء خطوة دفعت مصادر عسكرية يمنية باتهام القيادات العسكرية المحسوبة على حزب الإصلاح بالسعي لعرقلة أي تقدم عسكري في المحافظات الثلاث علاوة على ما اعتبره المحللون طاعنا في ظهر التحالف العربي الذي شاركت فيه قطر فهذه المعطيات السياسية والميدانية لا تبدو مستغربة من جماعة برغماتية إرهابية كالإخوان المسلمين فلطالما انتهجت هذه الجماعة أسلوب التسلق على الظروف واللعب على عدة حبال أملا بمكاسب سياسية فالدوحة ومعها طهران دائبتان منذ سنوات على عقد تحالفات مع أي جماعة من شأنها إثارة الفوضى في المنطقة وليس هناك أفضل من تحالف قطبي الإرهاب في اليمن الإخوان والحثيين كمثال يتوج جهود قطر ونظام الولي الفقه في طهران بتعميم الخراب والدمار